هسأل كمان من باب الترغيب الحافز والإعفاء في حوافز وفي إعفاءات ولو فيه بتروح لمين شوف حضرتك إحنا يعني أنا بدينا نتكلم عن الحوافز اللي إحنا بنقدمها للمجتمع الضريبي ودي فرصة بقى أنا موجود مع حضرتك ونكلمك عن حاجة جديدة بتحصل لأول مرة في موسم الإكرارات ده إحنا عندنا السنة دي وده كلام مهم جدا لازم كلنا يعني نسمعه باهتمام جدا لأنه حيفيد شريحة كبيرة جدا من المجتمع الضريبي إحنا عندنا السنة دي والأول مرة عندي معاملة ضريبية بديلة للمعاملة الضريبية اللي كانت موجودة قبل كده معاملة ضريبية البديلة دي جي بيها القانون 152 لسنة عشرين اللي هو قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهة السجر المعاملة دي هيستفيد منها كل الممولين اللي رقم أعمالهم بين جنيه وعشر مليون جنيه يعني إيه بقى إراداتي يعني حجم مبيعاتك السنوية لو حجم مبيعاتك السنوية إراداتك السنوية لحد عشر مليون جنيه أنت مستفيد معايا من المعاملة الضريبية اللي أنا هقولها لحضرتك دي حلو طب إيه الميزة فيها المعاملة دي الميزة فيها إن المعاملة دي بتثبت شو بقى بتثبت قيمة الضريب اللي الممول حيتفحها لمدة خمس سنوات بتثبتها حافظ عظيم يعني جدا وشوفوا الضريبة دي إما إن هي ضريبة قطعية يعني مبلغ سابت أو ضريبة نسبية نسبة من رقم الأعمال اللي هيحدد الضريبة قطعية وقد إيه ونسبية ونسبتها إيه رقم أعمال الممول فلو أنت رقم أعمالك أقل من مليون جنيه يعني حجم أعمالك السنوي أقل من مليون جنيه فأنت الضريبة اللي عليك وفقا للمعاملة الضريبية البديلة دي هتبقى ضريبة قطعية يعني تدفع مبلغ سابت أدفع كامت؟ هتدفع 1000 جنيه إذا كان حجم أعمالك السنوي أقل من 250 ألف جنيه 2500 جنيه ضريبة إذا كان رقم أعمالك السنوي بين 250 ألف جنيه و 500 ألف جنيه وتزداد الضريبة إلى 5000 جنيه إذا كان رقم أعمالك السنوي بين 500 ألف جنيه وأقل من مليون جنيه طيب أنا وصلت للمليون من مليون لعشرة مليون نبدأ ضريبة نسبية بين المليون والتنين مليون ناخد منك نسبة نصف في المية من قيمة مبيعاتك أو من حجم أعمالك السنوي لو حجم أعمالك السنوي بين الاتنين مليون والتلاتة مليون هتبقى تلات تربح في المية الشريحة الأخيرة لو أنت رقم أعمالك السنوي من تلاتة مليون بين التلاتة مليون والعشرة مليون ناخد منك واحد في المية فقط ضريبة متعلقة وبيحدد قيمتها رقم أعمال الممون الميزة اللي في الضريبة دي محس في المية من حجم الأعمال آه مش من صافي الربح لا 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 ما هو عشان كده بقول دي معاملة بديلة لأن الأصل في ضريبة الداخل إنها مرتبطة بصافي الربح ولكن دي معاملة مبسطة وسهلة الميزة هنا إيه الميزة هنا إن الضريبة اللي حتتفحها السنة دي تثبت عليك لمدة خمس سنين وخلال الخمس سنوات دون ليس لك أي علاقة على الإطلاق بمصلحة الضريب ولا هما اليوم علاقة بيك